السلام عليكم وصلاة والسلام علينا سيدنا رسول الله أهلا بكم طلاب الصف الثالث السنونا حل التطبيقات وتدريبات على المفعول لأجله من كتابنا كتاب البرهان نبدأ من صفحة 250 المفعول لأجله هو اسم نكرة منصوب إجابة عن سؤال بلماذا ويأتي نكرة يأتي معرفا بأن كم واحد قال تعالى اعملوا آلة داودة شكرة كلمة شكرة منصوبة لأنها طبعا اعملوا فعل أمر مبنى على حسف النون وهو جماعة ضمير متصل مبدف محن رفع فاعل آلة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة داود مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة شكرا لماذا يعمل آلة داود شكرا طبعا شكرا مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة يبا احنا خدنا رقم آلة قال رقم اثنين لا اقتني الكتب الا طمعا الى رقم اثنين لا اقتني الكتب الا طمعا الى المعرفة فتسر سبب نصب كلمة ظمأ طبعا هنا الاسلوب استثناء ناقص منفي بمعنى اننا لو شلت اللا وإلا يبا أصل الجملة اقتني الكتب ضمعا الى المعرفة لماذا اقتني الكتب ضمعا الى المعرفة مفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتحة اخذنا رقم باء رقم ثلاثة يحرص الجار على مودة جاره نقط إليه اكمال الفراغ أو أكمل الفراغ بمفعول لأجل مناسب مما يلي إحسانا حارسا حارسا حرصا محسنا يبقى نقول إحسانا إلى جاره فأشنقول حارسا إليه ولا حرصا إليه لو مثلا عليه ماشي تنشي بنقول حرصا لو حرصا حنقول عليه هنا طبعا إحسانا إليه طبعا أنا منجيب اسم نكرة منصوب إجابة عن سؤال بلماذا ويكون مصدر مش مشتاق رقم أربعة الفراغ بمفعول لأجل مناسب حبا للتنفس تضحية ترويحا عملا طبعا ترويحا للتنفس إحسنا نقول كده يذهب الناس إلى الشواطئ لماذا تاطئ نقاط للنفس أكمل الفراغ بمفعول لأجل مناسب مما يلي حبا للنفس ولا تضحية للنفس ولا ترويحا للنفس ولا عمل للنفس طبعا لماذا ترويحا للنفس بترويحا منفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتح بربعة خدنا رقم جي رقم خمسة يدعو المؤمن ربه بالخير للناس طمعا في أن تدركه رحمة رحمة من رحمة من الله أعرف كلمة طمعا طبعا طمعا لماذا يدعو المؤمن ربه بالخير للناس طمعا مفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتح هنأخد رقم داد ستة تكرم الدولة المتفوقين اعترافا منها بعملهم كلمة اعترافا في الجملة طبعا لماذا تكرم الدولة المتفوقين اعترافا مفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتح يبأ احنane خدنا رقم داد رقم سابعة ذهبت إلى الأسكندرية الترويح عن النفس المفعول لأجلي في الجملة طبعا هنا كلمة الترويح وطبعا قد يأتي المفعول لأجلي معرفا بأل ولكن طبعا هذا قليل في الكلام ولكن احنا طبعا خدنا رقم جيم الترويح للنفس يبقى ده كده مفعول لأجلي اهتم رقم تمانية اهتم الطالب بمذاكرة دروسه خاشيا الرسوب حدد أعراب كلمة خاشيا طبعا اهتم اهتم الطالب فاعل بمذاكرة جر مجرور دروس مضاف إليه هنا بقى خاشيا جايبهاني اه جايبهاني مشتق مشتق واسم فاعل فتعرى بحال منصوبة علامة نصب الفتحة طبعا كيف يهتم قد يكون اسم فاعل ولكن المفعول لأجله مصدر مصدر للفعل الموجود عندك فلو قلنا خاشيا يبقى حال منصوب علامة نصب الفتحة قلنا خاشية الرسوب يبقى مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتح رقم تسعة زودت الدولة المدارس بوسائل التكنولوجيا راغبة في التطور حدد إعراب كلمة راغبة خلاص بقى فهمنا اللعبة الفرج بين الحال وبين المفعول لأجله قادي راغبة اسم فاعل على وزن فاعلة نكرى مشتقة يبقى حال منصوب علامة نصبها الفتحة لكن لو قلنا رغبة رغبة يبقى مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتح رقم عشرة بقول ما ذكر الطالب الدرس إلا حرصا هنا طبعا حرصا ده مصدر حرص حرص على النجاح أعرب كلمة حرصا مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة يبقى احنا خدنا رقم جي رقم 11 قال الشاعر أصبحت فيك كلما أمسيت مكتئبة ولم أقل جزعا يا أزمة يا أزمة يا أزمة فرجي مما يلي سبب نصب كلمة جزعا الوردة في الشطر الثاني طبعا كلمة جزعا تمييز كلمة جزعا مفعول مفعول به ماذا أقول أقوله جزعا يعني كلاما جزعا أو يعني متضجرا يبقى حناخد مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة يبقى 11 خدنا رقم ألف رقم 12 قال الشاعر فبدت أشكو وتشكو فوق أيكتها وبات يهف ارتياحا بيننا الغصن علي للنصب بات الغصن يهف ارتياحا لماذا يهف الغصن ارتياحا مفعول لأجل منصوب علامة نصبه الفتحة يبقى 12 خدنا رقم باء 13 صفحة 251 حنينا إن الوطن يعود المصرية آملا أن يجد دفئا حرمه بعيدا عنه ميز المفعول لأجل في الجملة السابق طبعا هنا جايب لي حنينا نكر منصوبه طبعا حنى حنين ده طبعا مصدر حنينا مصدر لحنى وطبعا فعل فعل سلاسي ونكر منصوبه في بداية الكلام طبعا هنا ما ينفعش نقول أحنو حنينا إن الوطن يعود المصري لا طبعا منفعش نعريبها مفعول مطلق فهنا بتعرب مفعول إيه؟ مفعول لأجله لماذا يعود المصري إلى وطنه؟ طبعا نقول حنينا آملا أن يجد دفئا إيه بحنا حناخد حنينا مفعول لأجل منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكن آمنا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة ودفئا منصوب وعلامة نصبه الفتحة 15 قال الشاعر عنقد شمس الضحى أعلى زراك وحبت تاريخه شوكا كي يراك لماذا حبت تاريخ شوقا؟ طبعا هنا شاقة شوقا يبقى هنا على طول مصدر يبقى اسم نكرة منصوبة إيجابة عن سؤال بيه؟ لماذا؟ يبقى مفعول لأجل منصوب علامة نصبه الفتحة 15 خدنا رقم دان 15 قال الشاعر أتصبر للبلوى عزاء وحسبه فتؤجر أمتسل سلوى البهائم حدد المفعول لأجل فيه البيت السابق هنا طبعا عزاء لماذا أتصبر للبلوى عزاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة إيجابة احنا خدنا كلمة عزاء هذا طبعا هي المفعول لأجل حزبة اسم معطوف منصوب عندي البهائم مضاف إليه 16 يستعين المؤمن بربي في كل أموره آخذا بالأسباب راضيا بقدر الله متمسكا بدينه تطلعا للفوز بالثواب العظيم ميز المفعول لأجل فيه العبارة السابقة يستعين فعل مدارع المؤمن فاعل بربي جر مجرور آخذا طبعا جاي اسم نكرة ومشتقي بحال منصوب علامة نصب الفتحة راضيا حال منصوب علامة نصب الفتحة متمسكا حال منصوب علامة نصب الفتحة لماذا يفعل كل ذلك تطلعا لكده طبعا مصدر يبقى مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة يبقى أنا عندي كده المفعول لأجله هي كلمة تطلعا خدنا رقم دال 17 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه قام في الماضي في ليلة الظرف والقدر مضاف إليه لماذا يقوم الإنسان ليلة القدر إيمانا طبعا إيمانا مفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتحة رقم 17 خدنا رقم دال قضاء مصر العادل يصدر أحكاما قضائية عادلة تحقيقا للعدالة فإذا فهو موضوع ثقة المواطنين ميز المفعول لأجل في الجملة السابق قضاء مبتدأ مصر مضاف إليه العادل نعت مرفوع يصدر أحكاما ده جملة فعلية في محانة رفع خبر المبتدأ وبعدين تحقيقا ده مصدر مصدر لفعل مصدر لفعل رباعي ونكرى منصوبة يبقى لماذا يصدر قضاء مصر أحكاما قضائية عادلة تحقيقا يبقى تحقيقا مفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتحة يبقى احنا خدنا رقم جيم طبعا يصدر أحكاما أحكاما ده مفعول به عادلة نعت عادلة نعت فهو موضوع ثقة ثقة مضاف مضاف إليه يبقى احنا كده خدنا 18 خدنا رقم جيم تحقيقا 19 حقق المتفوق رغبة والديه بالتحاق بكلية الطب ميز العرب الصحيح لكلمة رغبة طبعا احنا متفاجئين من بعض الكلمات زي رغبة رهبة حبا شوقا حنينا اي نكرى منصوبة ده طبعا غالبا من عالبة مفعول لأجلي بس بشرط ان هي تكون اجابة عن سؤال بلماذا فعن طبق حقق المتفوق رغبة والديه ينفع نقول لماذا حقق المتفوق والديه طبعا مش هينفع رغبة فرغبة هنا تعرف حسب وطبعا هنا احيانا هذه الكلمات تعرف حسب موقعها في الجملة لان هي مش هتكون اجابة عن سؤال بلماذا ولكن هي ماذا حقق المتفوق هنقول رغبة والديه يبقى هنا مفعول به منصوبة علامة نصب الفتحة يبقى نفرق بين اما تكون اجابة عن سؤال بلماذا او تكون موجودة اصلية في الجملة صديق صديقه غير حب له ميز العراب الصحيح لكلمة غير نائب عن المفعول المنصوب طبعا هنا غير لو شناها وحطنا مكانها الا استقام المعنى يبقى منصوبة على الاستثناء يبقى احنا خدنا رقم با رقم عد 20 حدد الجملة المجتملة على مفعولة لاجله مما يلي زهبتوا الى المدرسة ماشيا على الاقدام طبعا دي كده كيف زهبت دي حال منصوبة علامة نصب الفتحة زهبتوا الى المدرسة ماشيا على الاقدام برضو حال منصوبة علامة نصب الفتحة حال زهبتوا الى المدرسة حريصا حال منصوبة علامة نصب الفتحة ذهبت إلى المدرسة حرصا آدناكرة ومنصوبة ومصدر وإجابة عن سؤال بلماذا لماذا ذهبت إلى المدرسة حرصا على العلم إبا احنا خدنا رقم رقم كام رقم جيم إبا 21 خدنا رقم حرصا رقم 23 حدد الجملة المجتملة على مفعول لأجنه مما ينصح الرجل حبا له لماذا ينصح الرجل ابنه حبا له ده طبعا كده مفعول لأجله رجل ابنه محبا محبا حال منصوب علامة نصب الفتحة ينصح الرجل ابنه حاببا له برضو حال ينصح الرجل ابنه خائفا حال يبا احنا بناخد 23 خدنا رقم ألف ينصح الرجل ابنه حبا فيه ده طبعا مفعول لأجله ناخد السؤال 23 صفحة 252 وخمسين من كتابنا كتاب البرهان حدد الجملة المجتملة على مفعول لأجل مما يلي أصبح تقدير الوقت عملا مهملة طبعا هنا عملا خبر أصبح ومهملا نعت منصوب كفة بتقدير الوقت عملا مهملة طبعا عمل هنا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتحة وجميلة نعت منصوب علامة نصب الفتحة ما أجمل عمل هنا عمل مفعول به منصوب على التعجب حرست على تقدير الوقت عملا للخير طبعا هنا ده طبعا لماذا حرست على تقدير الوقت عملا طبعا هنا ده مفعول مفعول لأجله يبا احنا خدنا رقم داب 23 خدنا رقم داب 23 قال الشاعر اني ارى القدس في عينيك ساجدة تبكي علينا وانت الان تبكينا ميز الصياغة الصحيحة عند تحويل التركيب تبكي علينا الى مفعول لأجله طبعا هي وهي باكية يبا حال منصوب علامة نصب الفتحة بسبب البكاء مش نافع باكية علينا حال برضو بس هتكون حال مفرد حال جملة اسمية طبعا بكاء علينا يبا هنا طبعا لماذا تبكي بكاء وانت الان بكاء علينا يبا هنا مفعول مفعول لأجنب خدنا رقم دان 24 خدنا رقم دان 29 ابتهج الوالد سرورا بنجاح ابنه طبعا هنا سرورا وابتهاجا طبعا الاتنين مرادفين لبعضهما فدي كده مرادف يبا هنطير الأول رقم باق ويعني طالما مرادف للفعل مصدر مرادف للفعل فاحنا منقول عليه نائب عن المفعول المطلق يبا احنا بعدنا باق وبعدنا دان هتفضل عندي طبعا برضو فيه تمييز بالأول يبا يتفضل عندي رقم ألف فقط نائب عن المفعول المطلق وبعد كده شعر الوالد وبالابتهاج سرورا طبعا هنا جاب لي المصدر وطبعا ما هوش مرادف للمفعول ولكن إجابة عن سؤال بلماذا يبا مفعول لأجلي احنا خدنا رقم ألف نائب عن المفعول المطلق ومفعول لأجلي كرم المعلم طلابه إكراما يليقوا بتفوقهم طبعا هنا كرم كرم في علماضي مبنى عن الفتح المعلم فاعل طلابه مفعول به لو جال لي تكريما يبا مفعول مطلق ولكن إكراما مصدر مرادف للفعل من نفس الحروف تكريبا ولكن مصدر آخر يبا نائب عن المفعول المطلق قدر المعلم طلابه يبا نائب عن المفعول المطلق يبا ما عنديش غير هي وحدة بس نائب عن المفعول المطلق اللي هي رقم جي تعالى نكمل قدر المعلم طلابه إكراما لما بذلوه لماذا قدر المعلم طلابه إكراما يبا مفعول لأجله منصوب علمة نظم الفتح يبا ناخدنا رقم جيم نائب عن المفعول المطلق ومفعول لأجله قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم طبعا حذر الموت يعني يحذرون الموت طبعا الصورة التي جاء عليها المفعول لأجله اللي طبعا حذراء وطبعا هنا حزف التنوين للإضافة وهو طبعا مضاف لمعرفة مضاف إلى معرفة هنجلنا طبعا نقول يا إما منون يا إما محل بأن يا إما مضاف لمعرفة طبعا دي أحوال المفعول إيه المفعول لأجله يبا 27 خدنا رقم با 27 يعيش المظلوم منطويا سائما متع الحياة قعد صياغة الجملة بعد التحويل الحال الثانية إلى مفعول لأجله طبعا منطويا سائما دي طبعا حال حال ثانية طبعا هنا هنحولها من إيه لمفعول لأجله هنقول يعيش ظلوم منطويا سائما أو سائما هنعايزين نحولها آه سائما يبا نحولها لإيه ليه اسم فاعل سائما هنقول عليها سائم يبا إحنا حولناها الحال يبا إينا نقول إيه سائما متع الحياة من ساء ما مش هتنفع وهو سائم لطبعا حال جملة اسمية منطويا سائما برضو حال جملة إيه حال إيه حال مفردة يبا تمانية وعشرين خدنا رقم أنا ٢٩ حبا في رضا الله قمت بعملي حدد المنصوبات في الجملة السابقة وأعرف كل منها طبعا حبا في رضا الله قمت بعملي هنا هناخد حبا في الجملة الأولى طبعا مفعول لأجلي منصوب وعلامة نصب الفتحة طبعا عشان المفعول لأجلي ممكن يتقدم على على الجملة بتاعته أو على العامل بتاعه وكذلك المفعول المطلق أنت بجعجرب خدد المفعول المطلق هات الفعل وهات المصدر بتاعه استقام المعنى بمفعول المطلق ما استقامش بمفعول لأجلي مجابعا سؤال بلماذا لماذا قمت بعملي حبا في رضا الله يبا حبا في الجملة الايه الاولى هتكون مفعول لأجلي منصوب علامة نصب الفتح ساعيا للرضا قمت بعملي قمت بعملي ساعيا للرضا طبعا اسم فاعل ومشتق نكر منصوبة يبا ساعيا هتكون حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح بعد كده قربا من الله ازددته بعملي طبعا الفعل ازداد وطاب وقر واستقر اذا اتت في جملة هناك نكر منصوبة تعرب تمييز وطبعا هنا مقدم التمييز عادي ما فيش مشكلة يبا نقول قربا تمييز ملحوظ منصوب علامة نصب الفتح ثانين اصرار استخدم الكلمة السابقة في جملتين بحيث تكون في احدهما مفعولا لأجله منونة وفي الاخرى مفعولا لأجله مضافة يبا سنقول في الاولى اجتهد الطالب اجتهادا اجتهادا اصرارا في تحقيق النجاح لماذا اجتهد الطالب اجتهادا اصرارا يبا انا جبتها كده نكراء منونة احنقول كده اجتهدت اجتهادا اجتهادا اصرار النجاح اصرار النجاح او اصرار التحقيق النجاح جبنا كده جبتها مضافة لماذا اجتهادت اجتهادا اصرار النجاح مضاف وطبعا هنا احنا بنحزف في التنوين ولا يكون منولة اتمنى ان شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو عجاب وشارك الفيديو مع زملائك ولو عندك سؤال سيبه في التعليقات وهنرد عليك لو عجبك الفيديو اعمله عجاب لانه هو ده الدعم اللي انت بتقدمه لي ده اقل تقدير للموجود الذي يبذل من اجلك وخاصة انه هو خدمة مجانية لك بدون ان انت ما تتكلف اي شيء اتمنى لكم التوفيق وكل عامه انتم بخير